قبل ما اروح لفاصل النهاردة كان فتح باب الانتخابات او التقدم لانتخابات حضر مصري لكرة القدم هقول لك شوية كواديس كده بسرعة اول حاجة لما يتقدم احد اليوم والنهاردة الحد فوت الاتنين كمان ويمكن تفوت التلات وتبدأ على يوم الاربع تبدأ اول قائمة هي قائمة المهندس هنا بريدة تتقدم هم مش هيروحوا هم عاملين توكيلات لاحد المحامين تعرفين انتخابات يوم 10 ديسمبر يعني بعد شهر بالتمام والكمال فاحنا على الطريق لعهد جديد عهد حزم عهد حسم عهد قوة عهد انضباط لو الناس دي عايزة تنجح بإذن الله وانا اقول لك ابرز الاسماء اللي هتكون في قائمة المهندس هاني ابو ريدا سيد محمد عصمان هارون السيد احمد حلم الشريف واحد منهم حيكون نائب وموجود زملتنا انس مظهر موجود سيد طر أبو العنين موجود سيد محمد الشربيني موجود مصطفى أبو ظهرة فكرون يا جماعة بباقي الاسماء لو انا ناسي اسماء لسه في كلام كتير على مصطفى محمود الشامي على مساء ممكن سيد تلوها باسم رياض دي اسماء بتتردد بقوة انها تكون في قائمة المهندس هاني ابو ريدا لكن لم تظهر حتى الآن اعتذر السيد احمد حسام عوض عن الترشح لارتباطه في شركة النادي الاهلي رغم الطلب الرسمي من النادي الاهلي ان احمد حسام عوض يكون موجود لكن الكابتل محمود الخطيب اعلن تمسكه به في شركة النادي الاهلي اعتذر محمد الشواربي لانه عنده منصب في الكاف وايضا حسام الزناتي مرتبط بعمل وقالت لك احتمال كمان يكون فيه احمد دياب في قائمة المهندس هانا بريدة هل سيكون نائب ولا يكون عضو ولا قصة ايه كل الكلام ده برضو حيتضح خلال الايام القليلة المقبلة حنشوف الدنيا شكلها عاملة ازاي كابتن مجد عبدالغاني اعلن نياته الترشح لكنه لم يكمل قائمة وحتى الان هنبولك كلام انا مسؤول عنه لم يكمل قائمة وحتى الان الجديد ان المهندس محمود الشامي عدو مجلس دارة اتحاد الصادق رئيس نادي البلدية بيفكر جديا في النزول على منصب الرئيس وعنده قائمة عنده قائمة على فكرة كاملة الجديد كمان ان هناك بعض المحاولات من البعض الاخناع المهندس محمود طاهر بالترشح في الانتخابات وكان اسم المهندس سامح فهمي وزير البترول الاصبق كان الاسم تم تدوله اكتر من مرة لكن ما سمعناش حاجة بعد كده